سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم جميعاً في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقة النهاردة فيها أخبار متنوعة كتيرة الحقيقة يعني كذا حاجة لكنها بتتواصل في نقاط متعددة كل خبر ممكن يكون موضوع لوحده الحقيقة لكن أنا قررت النهاردة أن أنا أعبر سريعاً على هذه الأخبار الكبيرة المقلقة المؤلمة ليس للتقليل من أهميتها ولكن لنصل إلى العوامل المشتركة والأبواب اللي يمكن أنها تفتح عينينا تفتح باب لحل تفتح باب لتغيير في الفكر والقلب حلقة النهاردة بعنوان المسلمون غاضبون قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة عايز أقول أن أنا في الجزء الثاني من الحلقة هتكلم على الحادث اللي حصل مبارح لمقتل أو استشهاد راني رعفة في مرسى مطروحة أولاً بعزي الأسرة وحزينة جداً أنه ده حادث بيتكرر كثيراً الأيام دي لكنه برضو مش غريب علينا وليه سبب ولازم نقف ضده ولازم نحاول أن احنا نقدم حلول والحقيقة أنه الحل الوحيد هو أن يغير الله قلوب هؤلاء خليني أعود لموضوع الحلقة اسم الحلقة هو المسلمون غاضبون وأنا في اسمي يسوع النهاردة بصلي ضد روح الغضب روح الشر روح الخوف اللي بتتملك على قلوب الكثيرين في العالم الإسلامي بصلي أن الله يبدل هذا الغضب بسلامه ويبدل الخوف بأمانه ويغير القلوب إلى معرفة محبته في اسم يسوع يا ترى إيه اللي بيغضب المسلمين وهل المسلمين ليهم حق في الغضب العارم اللي بنشوفه أحياناً كثيرة سواء كان تعبير عن غضبهم على حد تكلم على الفيسبوك على الرسول ولا تمثلية عملوها عيال بيتكلموا على داعش ولا مسلسل زي غضبهم على مسلسل الاختيار ومسلسل بطلوع الروح يعني كل مسلسلات اللي بتتكلم على الحاجات الدينية يعني السنة اللي فاتت مغضبوش قوي من القاهرة كبول مع أنه برضو كان فيها حاجات كتير عن الواقع للإرهابيين لكن السنة دي التون زاد قوي يعني الصوت علي قوي في موضوع الغضب من الكلام فيما يخص الإسلام حتى ولو كان داعش حاجة غريبة غضب ممكن يكون على السوشال ميديا ممكن يكون بأنهم يخدوا مواقف ضد بعض الناس المسيحي كتب حاجة على الرسول على طول بقى يتبلغ فيه يعني إذا ما كانش تقتل قبل ما يوصلوله للمسلمين إذا ما كانش تقتل يبقى حيتسجن يعني هناك أشكال وأنواع كثيرة من الغضب اللي بتبدو في أماكن مختلفة من العالم عن طريق المسلمين في الأيام الأخيرة نشوف أول حدث حنتكلم فيه هو حدث حرق القرآن في السويد أولا بعبر عن رفضنا جميعا لهذا الأمر بصورة شخصية أنا برفض التعامل مع مقدسات الناس بالاستهزاء ده أو الاستفزاز ده أنا يجرحني لو حد لمس الإنجيل فأنا عارفة أنه ده يجرحك أنه لو حد حرق القرآن أو استخدمه أنا بعتبر أنه دي حاجات استفزازية وليس ليها يعني غير أخلاقية يعني دي حاجة غير أخلاقية في نظري لكنها أيضا فيه ناس بتعتبرها حرية أنا حر أعمل اللي أنا عايزه فيه داستير بتضمن هذا للناس فموضوع حرق القرآن اللي في السويد ده جي الأسبوعين اللي فاتوا ويعني عمل إزعاد كبير فاكرين أيام فيلم محمد والفيلم اللي اتعمل ده يعني بيمثل بيستهدئ كثيرا بإسفاف في الموضوع ده إحنا كان ردف علينا إن إحنا رفضنا الأمر ده وقلنا إن مش هدي الطريقة مع إني أنا بيقلع أقول إن محمد مش نبي وإن كلامه ليس من الله وإن القرآن ليس كلام الله لكن هناك فرق بين الكلام عن الفكرة والكلام عن قلوبكم عن الأشخاص نفسهم عن إني ما يعني أحط محمد في مشهد خليع وده بيجرح المسلمين ما كان لوش لازمة ولم يأتي بصمر فإحنا بنقف ضد الحاجات دي مع إني بتكلم بمنتهى الصراحة وإحنا كلنا بنتكلم بمنتهى الصراحة في المواضيع الإسلامية والفكرة الإسلامية وأثار هذه الفكرة الإسلامية على قلوبكم اللي إحنا هنشوفه النهار ده في موضوع حرق القرآن وغيره الغضب العارم اللي إحنا شايفينه ده من أثار الفكرة الإسلامية لأنه المسلم هو حامي حما الإسلام وإله الإسلام حاجة غريبة يعني فالمسلم يضحي بنفسه من أجل ده ويضحي بالآخرين أسليب الإسفاف والإهانة والعنف مش من سبل الاعتراض اللي يأتي المحترمة أو البناءة اللي تأتي بثمر وثمر يكون حوار أو تغيير أو تقارب في الأفكار أو احترام الغير لأنك أنت بتفكر في حاجة يعني أنت دينك حاجة وأنا ديني حاجة أنت إيمانك حاجة وأنا إيماني حاجة لكني أحترم إيمانك ده لا يمنعني من أن أتكلم على إيمانك وانقوده أو أنت تنقود إيماني وهكذا يعني الحوار العاقل المحترم المحب ليس فيه مشكلة لكن الإسفاف والإهانة والعنف مشكلة ولا تأتي بثمر جيد أبدا زي ما قلت أسليب التعبير اللي الإنسان بيعبر فيها عن أفكاره إن لم يعني تسبب ضرر جسدي ومادي لغيره فيه قوانين وتستير في العالم كله بتقبلها وتحميها علشان كده شوفنا لما حصل موضوع حرق القرآن في السويد البوليس كان واقف بيضمن لهذا الرجل حق الدستور خلينا نتكلم على إيه الأحداث اللي حصلت ومين هو الرجل ده الرجل ده رجل سياسي دينماركي الأصل وهو في السويد الآن وهو قرر إنه هو يعني ياخد القرآن ويحرقه وكان هدفه من ده على ما قيل يعني إنه هو هيشوف رد فعل المسلمين طبعا السويد ودول كتيرة في الغرب وألمانيا مثلا من الدول اللي عانت كتير من المسلمين المتطرفين أو أذى المسلمين أو الاعتداءات على الستات والأطفال بسبب كل الناس اللي جايين مهاجرين تصرفات المهاجرين خلت الدولة تبقى يعني تشدد الحراسة ويعني سمعت أحد الوزراء بيقول إنه إحنا عمرنا ما كان عندنا العدد دول كم ده من رجال البوليس دلوقتي إحنا مضطرين نعمل كده علشان نسيطر على هذه الأمور فوجود العربي المسلم في السويد غير شكل الحياة فده بيستفز الأوروبي أو الغربي اللي عايش حياته بحرية واحترام للآخرين وتجاة تغير له حياته عبر بطريقة محترمة أو غير محترمة هو استخدم حريته القانونية أنا غير موافقة على استخدامه والحريته القانونية بهذا الشكل المستفاز لكن هو هيستخدم القانون ضدك الفرق بين حرية التعبير وحرية التدمير كبير الراجل ده استخدم حريته في التعبير المقابل لي كان فيه تدمير والتدمير غير يعني تدمير ممتلكات أزى الناس غير مقبول قانونا ده ضد القانون لكن هناك أسلوب حضاري تقدر تستخدمه الأسلوب الحضاري يدخل فيه العقل الفكر الحوار هذا السياسي الدنماركي متطرف قرر أن يحرق القرآن عشان يستفزه ودي مش أول مرة يعملها على فكر وفي ناس كتير عملوا كده في أمريكا وكلام من ده لكن كلما حدث هذا التطرف قبله تطرف أخر السياسيين السويديين اعترضوا كتير منهم اعترضوا وأيضا مواطنين سويديين برضو اعترضوا لكن ده حقه الدستوري هو بيعمل في إطار القانون وأنت بتعمل في إطار وصايا هذا الدين فأنت بتختار إيه؟ هو كان عايز يخلي العالم يرى ردود أفعال المسلمين وبالفعل ده حصل هو أرعن لأنه سبب أبا لمواطنين أبرياء وكتير منهم يعني من البوليس لكن النتيجة أيضا أن المسلمين غضبوا غضبوا غضب عارم هنشوفه بعد قليل في الفيديو اللي جاي ايه الصورة المقبولة للغضب؟ إنك تشجب عمل مثلا إنك تندد بيه إنك ترفع قضية مثلا إنك تلجأ للقانون أو تلجأ للحوار أو تبحث في نفسك اللي بيخليك تعمل كده ممكن الناس تعترض على حاجة في الدول المتحدرة ممكن يعترضوا على حاجة بالتظاهر سلمي أو وقفات جماعية مثلا يعني مصر حصل فيها وقفات سلمية جماعية كتير في قز المظاهرات كان فيه ناس بتفهم بتقف بيفتة وتقولك أنا بعترض على ده كان فيه ناس بتفهم وجابت نتيجة لكن المسألة إن إحنا لازم ندرب أنفسنا إن إحنا نتصرف في إطار ما هو مقبول اجتماعيا وحضاريا ويعني الشكل بقى العام اللي بقى ظاهر للعالم دلوقتي إنك هتلمس أي حاجة عن الإسلام المسلم هيغضب ولما يغضب هيقتل هيخرب هيدمر هيئذي لأنه ليس هناك حوار عاقل ممكن يدور بينهم حضرتين مختلفتين هل لهذا الغضب حدود؟ من أين لكم بهذا الغضب؟ هو نتيجة لحث إله الإسلام إنكم تغضبوا وتنهضوا لمناصرة هذا الإله وهنشوف بعد شوية يعني الناس بتقولك إزاي أنت لازم تغضب لحماية الله خلينا نشوف الفيديو الأولاني الفيديو الأولاني يعني ما فيهوش صوت لكن هتشوفوا إنه إزاي البوليس بيستهدف والممتلكات العامة للناس يعني طبعا الراجل ده متطرف سياسي متطرف صحيح لكن شايفين بقى ردود فعل المسلمين طب البوليس يعني هو أنتو بتجروا ورا البوليس ليه؟ لأنه بيمثل السلطة ولأنه وقف يحمي حق هذا الرجل القانوني في نفس الوقت البوليس ده هو اللي هيحمي حقك القانوني أيضا أنت يعني يعني لما تحب حد يحميك أو يجيب لك حقك هتروح لمين؟ ما أنت قازم تروح للقانون فبتضرب القانون ليه؟ يعني مش البوليس هو اللي حرق لكن ده رد الفعل هذا الرد يعني الرد الفعل ده مش في السويد بس ده يعني العالم كله عندما يحدث أي شيء شوفنا في فرنسا ردود الأفعال من من القتل الجماعي للدهس بالأوتوبيسات والعربيات لقطع الرقاب في الشوارع الغضب الغضب الإسلامي دائما ما يظهر في هذا الشكل وده على فكرة تعبير شيطاني عن الغضب استهداف الحاجات بتاعت المدنيين طب أنا ذنبي إيه؟ طب أنت شعرفك المبنى اللي أنت بتحرقه ده في حد ساند الحرق والحد وقف ضد الحرق أربعين شخص أصيبوا في الأحداث اللي كانت في الأيام اللي فاتت منهم ستة وعشرين شخص من البوليس ستة وعشرين شخص قبض عليهم وهيتقدموا للمحاكمات ومنهم ماينرز يعني يعني شباب صغيرة أطفال تقريبا استفدت إيه؟ العالم تفرج عليك وإنت بترمي حجارة أنا مش ربما يعني يعني موضوع الحجارة ده بيحيرني شوية بصراحة يعني أنت بترمي طوبة عشان تكسر دماغ واحد طب ما أنت في الآخر الطوبة دي ممكن تموت واحد الإصابة دي أنت هتتسجن بيها بس يعني أنت بقيت بطل يعني سيف الله المسلول أو طوبة الله المسلولة يعني ولا إيه مش فهم يعني مش فهمة موضوع الحجارة دي إيه بصراحة من كم يوم سمعت أعتقد الأستاذ سامح عيد كان بيتكلم في فيديو من هو أعتقد أنه كان أخواني ف يعني سامحوني أنا مش أدر أفتكر كل قصته لكن قال فيها قصة غريبة جدا قال أنه في وقت من الأوقات اتفقوا أن هم هيعملوا كمين للبوليس في مصر وأنه يمكن كان فيه مظاهرات حصلة مش فاكرة التفسير إيه لكن جابوا راحوا اشتروا زلط وزلط كبير عشان لما ييجي البوليس والأمن المركزي يطلعوا لهم بقى يعني كانوا مستخبين بقى على الكباري ولا حاجة زي كده ويطلعوا لهم ويروحوا إيه يضربوا البوليس بالحجارة طبعا الفرق بقى أنه في مصر لو عورت عسكري ولا عورت زابط الناس بتروح ما ترجعش يعني بتروح في سكة اللي راح ما رجعش لكن هناك في الغرب هتلاقوا أنه الناس اللي بيحصل لهم كده هتحكموا محكمات قانونية وحياخدوا حقهم في العقاب وحياخدوا حقهم في المساواة في أمام الجميع لكن في مصر بقى لما ده حصل فعلا عوروا كم 13 زابط ولا حاجة زي كده لموهم بقى يعني وتعاملوا معاهم بعنف شديد جدا بس أنا مش قادرة فهم إيه كده الأحجار والإخوان دول والمتعصبين ليه دايما في قديهم طوبة بيرموا بيها الغير هل الإسلام بيحرد على الغضب الغضب لله ورسوله والصحابة وكل ما هو من الدين طبعا طبعا خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده الحقيقة الفيديو ده صدمني أنا شخصية أسفا أو أنا ده الأول ده شوفوا زي فجأة طلعوا من فوق كباري وبقوا يرموا البوليس بالتوب وطبعا دول يعني مش جايين زي الأمن المركزي بقى لابسين خوز ولا بتاع لا دول ناس رايحين يعني يستجيبوا لحد بيستغيث بيهم أو الأمن رايح يشوف إيه الموضوع ودول مستخبين لهم وعملين لهم كمين واضرب بالتوب يعني الواحد دازم يعمل بحث عن الإرهابيين والتوب ولا المسلمين والتوب مش فهمة الحكاية فخلينا نشوف بقى الفيديو اللي جاي ده للخميسي بيعلمنا عن الغضب في الإسلام والله يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استغضب فلم يغضب فهو حمار يعني حقيقا الإنسان لا بد أن يغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أيضا أن نسمع مثل هذا الكلام وكأننا ما سمعنا شيئا لا بد أن يعلموا أن هذا خطأ وأننا لا نقبل مثل هذا الخطأ ولا مانع أبدا الإنسان إذا غضب لله تبارك وتعالى تلفظ مثل هذه الألفات غضبة لله ما على شيء الرب دايما بيعلمنا اغضبه ولا تخطئه يعني يعني لا تغرب الشمس على غيزكم يعني الحقيقة أنا لو قلت لكم الشباب بيقولوا لي يعني حد يقول كده في الدنيا من لا يغضب ده الشافعي ده الشافعي بحاله يقول لك من لا يغضب فهو حمار يعني ما بيحسش يعني ما بيفهمش يعني ستار اللي يجراله يعني برضو الحمير ليها حاجة في الإسلام مالكو مال الحمير والطوب أنا مش فهم anyway خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي في موقع اسمه ملتقى الخطباء بيكلمنا بقى في حديث عن الغضب حقرانكو بعض الأجزاء اللي بتوريك ازاي المسلم اتعلم انه يجب ان يغضب لله ورسوله انه هذا الغضب يجب انه يترجم في عمل ما هواش يعني مش انك تغضب وتقول لك مثلا حزبي الله ونعمل وكيل مثلا حزبون الله ونعمل وكيل ممكن ده بس ده اضعف الإيمان لكن يجب انك يكون يكون لك عمل يوري الناس نتائج هذا العمل الغضبك هيكون له ثمار شكلا يخالف تماما قلب الله الكتاب بيقول كده انه الجاهل يظهر غيزه والحكيم يسكنه اخيرا يعني الحكيم يهدى امام الله ويغفر ويتمعن لكن الجاهل يظهر الغضب وانه الجاهل لما يغضب يتسمع صوت غضبه في المدينة يعني يبقى يبقى معروفه وعمل ايه لانه هذا الغضب غضب الجاهل هيجيب ثمار شر لكن من يعرف الله يقدم غفران يقدم محبة يقدم فكر يقدم حوار يقدم حل وده اللي احنا مش قادرين نشوف وخلينا نشوف كده جزء من المقال اللي كتب في الخطبة بيقولك كده بيكلم معاشر المسلمين انا اسمع ما سمعتش اوكي هاخد المكالمة بعد دي بيقول كده بيقول الله عز وجل ذلك ومن يعزم يعزم حرمات الله فهو خير له عند ربه يعني الحرمات بتاعة الله دي لازم انت تبقى عظيمة عندك اوكي فتخاف عليها وتدفع عنها حرمات الله هنا هي مغاضبة مغاضبه وما نهى عنه وقال الله حرمات الله ما لا يحل انتهاكها فهناك حرمات لهذا الاله يجب انه المسلم يدافع عنها ويقولك انه الغضب لله تعالى وله حرماته اذا انتهكت من اظهر علامات محبة العبد لربه يعني اذا انت غضبت لحرمات الله فده بيوري قد انت بتحب الله غضبك يعبر عن المحبة على فكرة ده كلام مخالف لقلب الله الحقيقي بالكامل لان محبة الله تعطي سلام تعطي غفران تعطي فرح تعطي صبر تعطي طول اناه على الغير لانه ده اللي انت بتاخده من الهك على طول لكن الاله الغاضب اله الشر الشيطان يعطي غضب ويعطي شر ناتج عن هذا الغضب خليني اخد مكلمة مين اللي معاي على أخ أبو جابر أهلا بيك أبو جابر تفضل سلام ونعم لك أخونا أهلا وسهلا أختي أماني أنا لو رجعت فيكي بالذاكرة شوي لورا أي يوم يوم الفلسطينيين دخلوا لكنيسة القيامة أي وقت الهرب من الجيش الإسرائيلي دخلوا لكنيسة القيامة المسلمين شو عملوا بكنيسة القيامة أقول مش سكرة من الأرض حتى المسيحين إيه ما حقوا معهم يعني ما خلوهم شيء آه أوكي أنا أنا ما سمعتش الحتة الأخيرة بس عايزة أقول لك حاجة يعني أنا فهمت نقطتك عايزة فهمت نقطتك أقول لك حاجة النهاردة أنا يعني مش عايزة قارن أنه في مسلم أهاني الإنجيل لأنهم بيعملوا كده وده عادي لكن الفرق حاجة أخ أبو جابر أنه أنت كمسيحي مطلوب منك تعلن إيمانك وإيمانك يعني ينتج قداسة ومحبة وغفران لا ينتج غضب أبدا لا أخي أماني نا أنا كما تفرج عليهم يعني أنا من المدينة اللي حرق فيها القرآن أنا المدينة اسمها أوريبرو أي وأنا عم بتفرج يعني عم بتفرج عليهم صديقيني الهمج البربر يعني ما في شي ما في كلمة قال بي حقهم يا أنا أنا طبعا شايفة أنت كتبتلي على على الواتساب مش كده نعم يمكن مش أنا أوكي بس أنت لو من نفس المدينة دي أنا عايزة أقول حاجة وحد برضو بعث لي فيديوهات على الواتساب من نفس المدينة وعن الأحداث دي مسؤوليتنا الأولى إن إحنا لا نرى هؤلاء كأشرار ولكن نراهم كأناس محتاجين المسيح زينا يعني أنا معاك أنا معاك وشيء يكسر القلب ومحزن لأنه الحقيقة هم أكتر الناس احتياجا للتسامح والمحبة والغفران يعني هنقول إيه وأنا منهم يعني يعني إحنا من نفس الخلفية أنا من نفس هذه الخلفية لكن الإنسان نفسه عارف شرير تفضل تفضلي تفضلي لا تفضل أختي أماني يعني إنتي شغلت عقلك فتحت قلبك نعم الله فرضاك المسيح أي أمين وده صلاتنا إن الله يظهر في هذا الوقت أختي معقول المسلم إذا يوميا عميش مع هالشيوخ بالجوامع وهالشيوخ أختي ما في يعني ما في ما في مقارنة بين الإنسان السوي والإنسان المتخلف أنا آتف يعني كلمة متخلف ما هو أحد لازم يقولها بس أنا الشرير شفته ما أصدق عيوني يعني إختي مناظر ما تعطي يعني ما ترحيل الخير ياس الكتاب بيقول إنه انظروا أيها الأخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير وده لنا وللي ما يعرفوش المسيح فإحنا ده يخلينا نشفق على من لا يعلم ونصلي من أجلهم وانا بشكرك وبصلي إن ربنا يحميك في البلد دي وإن المؤمنين في هذه البلد يقوموا في دورهم فيكونوا شهادة للمسيح بدي أقول لك شغلة تفضل عفا نخطي بس مشان حدا لا يأخذ حقوق يعني العلاقة بين المسيحيين أي والمسلمين بالبلد يعني علاقة يعني يعني مش بطالة حنقولها يعني كبرنصري يعني بصراحة ما عم يتعدوا علينا يعني لأنه نحن نتعدى عليهم ولأنه نتعدوا علينا ما هو مش الكل شرير لكن الكثير جهلا يعني هناك الكثير من الجهل مش كلا يا أختي إنه وقدر بيستعمل اسم الله مين وهل الله أنا أحب خلي إنه الله شو هل الله يا الله أنا بعرف إنه الله محبة نعم الله ما بيقول يروح قتل ما بيقول يروح عرق وربنا يجعلك شهادة إنك تكون فعلا شهادة عن محبة المسيح وإنت وكل من حولك رب يبركك شكرا على متابعيتك شكرا إلى تختي أشكرك على هالبرنامج القيم والبرنامج الجميل ربنا يبركك شكرا أخبه جدي وسلام المسيح لك يا أخي سلام ونعم لكم كل سنة وإنتم طائبين ربنا يحميكم طيب خليني أقرأ لكم فقرتين ثلاثة من المقال بتاع الخطباء ده يقولك كده من أجل علامات تعظيم الله وتعظيم حرماته وحدوده وحقوقه أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه وأن يجد فيه قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه يعني إيه نقف عند الحتة دي وبعيني روح عاملك فصلة إذا عصي الله في أرضه فإنت تغضب وتحس بكسرة قلب وتبقى حزين لحد كده أنا أفهم يعني مثلا أنا ما بشوف حد يرفض المسيح قلبي بيحزن فبصلي من أجله لكن بس إيه شو بقى اللي بعد كده إنت هتعمل إيه لو أنت شفت حد بيعصى الله في أرضه بيقولك ولم يتطلع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك إذا شفت حد بيعصى الله فإنت تغضب وتحزن ومش عارف إيه وتحزن أكتر لو ما قدرتش أنت تغير ده بإيدك فهناك دائما دعوة لتغيير الغير والوصاية على الغير والكبرياء أنتم الأعلون والكبرياء في أنكم أنتم خير أمة أخرجت للناس بس بتعملوا إيه بتحدفوا الناس بالطوب ده إحنا عندنا مثل في مصر بفتكروا كده يعني سمعتوا من ناس عايدة قدام كده كان يقولك إيه أنه الراجل اللي عايز يعاكس واحدة من الصعيد يقولها إيه لو الجيش يا ماليحة ويرميها بطوبة يعني يلقو في يا ستي يا حلوة أنت ويرروح رميها بطوبة فيعوّرها فأنت يعني الحقيقة يعني مش عارفة الظهر أن أنتو فاكرين أنه رمي الناس بالطوب ده هيغيرهم مثلا أو يخليهم يبصلكوا بصورة أفضل أو أحسن أو يخافوا منكم هل الخوف نتيجة هذا الغضب وهذه الأعمال عموما هل هتغير من حولكم لا الكتاب بيتكلم عن الغضب يعني بشكل مختلف خالص بيقولك أنه فيه غضب صحي أنك تغضب لما تشوف الناس اللي حواليك بعيدين عن الله أو الشيطان بيمنعهم عن الإقبال على معرفة الله فتصلي من أجله أو أو تغضب لما تلاقي حد ضعيف بيوهان مثلا طفل بيتأذي نفسيا أو جسديا أو من حقك أنك تغضب بس غضبك ده لازم يؤدي إلى حاجة عملية إيجابية ما هيش مش هتروح تضرب اللي بيتضرب لا تحوش عن اللي بيتضرب أو مش هتروح تضرب تضرب هتحوش عن اللي بيتضرب هتقدم حل هتصلي هتعمل حاجة إيجابية لأنه كل ما نقول وكل ما نعمل هو للبناء دي في النهاية البناء يعني يضيف شيء يعني يقدم شيء الكتاب يعلمنا أن الغلب الغضب المريض يكسر ولا يجبر ده يغير شيء بل يخلي الناس اللي حواليك يبصو لك على أنه يعني إيه الجنان ده لازم الغضب المريض الأناني هجيب نتيجة سلبية الغضب أيضا نتيجة مباشرة وعلامة على الكبرياء ده علماء نفس اللي بيقولوا كده على فكرة بيقولك إن الإنسان الغضوب اللي بيغضب بسرعة ده بيكون شايف نفسه أفضل من الكل عنده نوع من الكبرياء لو طبقنا ده على غضب المسلمين لهذا الإله ومحمد وثوابت من الدين وكل ده حماية هذا الدين هتلاقي إن إنت شايف إنه إحنا خير أمة أخرجت للناس فمحدش يلمسنا محدش حط إيده علينا محدش يكلمنا فعلى طول إحنا غضبانين إنت جبت سيرة الرسول إدي إنت عملت حاجة في القرآن نغضب إنت فطرت في رمضان نغضب وهكذا إنت في أوروبا ومحلات بتبيع خمر تغضب ونكسر المحل الغضب نتيجة مباشرة للكبرياء وعلامة على إن هذا الإنسان إنسان متكبر حاشر نفسه في كل حاجة والإنسان الغاضب دائما ما يبرر عمله الشرير ويلوم الآخرين أنت حرقت القرآن فأنا هقوم أكسر لك البلد وحرقها رد فعل غير مناسب العمل بشع مزعج لكن رد الفعل غير مناسب لأنه أنت أيضا قمت بجريمة هو عمل جريمة بالنسبة لك أنت قمت بجريمة الغضب خطية عندما يؤذي الآخر لكن الغضب من أجل المظلوم مقبول لكن نتيجة هذا الغضب وكيف نتصرف هو إشارة لما في داخلنا هقولها تاني نتيجة الغضب وكيف نتصرف في حالات الغضب هو إشارة لما في داخلنا في داخلك غضب شيطاني أم في داخلك سلام الله الذي يقودك أن تكون أداة سلام كلمة سلام عامل بالسلام اللي أنت تعلمته من الله إنك ترى حد بيعمل خطية حد بيزي حد وتقدم يد للمساعدة تقود هذا الشخص للتوبة ده يكسر الخطية ويقفل الباب على الشيطان لكن الغضب بيعمل العكس كل واحد مننا اللي بيقدمه في الآن اليوم في مجتمعاتنا في المجتمعات اللي بتحاول إنها تكون متحضرة وبتتقدم ويعني أنا شايف الدول العربية الكثير منهم الآن بيحاولوا إنهم يتجهوا ناحية السلام مثلا سلام مع إسرائيل أو السلام مع بعضهم أو التوافق على حلول اجتماعية أو بناء بلادهم ده موجود يعني من أدوش ننكره في ناس بتتقدم بحلول علشان تصلح المجتمعات لكن يأتي الدين الإسلامي ويدرب ده في مقتل دائما دائما فأنا عايز أقول إن ما نقوم بيه نحن لحل المشكلة في فهم مصادر هذا الغضب وتحريد هذا الإله على الغضب الغير يعني غير محدود يعني مثلا المسلمين غضبوا لأن الراجل حرق القرآن سيبك من حرق القرآن المسلمين غضبوا إن واحد دي رسم كاريكاتور على محمد ما زلنا من سنين كل شوية حد يتقتل بسبب هذا الكاريكاتور بلا حدود لأن الشر يتفاقب دائما بس إيه ربنا بيعلمنا إحنا أولاده المؤمنين إن إحنا نتعلم منه يقول كده الكتاب إنه الرب الرب بطيء الغضب وكثير الرحمة يعني غني في رحمته بطيء الغضب شفناها لما الرب صبر وانتظر على كل من أعصاه وخلفه وخالف شريعته من شعب إسرائيل من المؤمنين إلى أن أتى المسيح صبر عليهم لكن كمان هو أسلمهم لعملهم يعني في قصة فرعون مثلا الرب إدى فرعون إنذارات وإداله الدربات العشر عشان يديله فرص وكده ومع ذلك فرعون جري وراء شعب إسرائيل علشان يحاربهم يقتلهم يرجعهم بأي شكل لكن الرب أسلمه للشر اللي هو ابتدا هو لم يسع وراء رحمة أو غفران أو إطلاق هذا الشعب بل سعى لمخالفة الرب فالرب أسلمه ليه الشر اللي في قلبه الدهول فمات فمات بالطريقة اللي كان عايز يموت بيها الشعب فالفرق الله بطيء الغضب لأنه بيصبر علينا لكنه غني في رحمته وهذا الغنى في رحمة الله يعطيك سلام مع الجميع في النهاية عايز أقول أنه الموضوع ده بالذات اللي هو الغضب المتكرر في وسط المسلمين الملازم لقلوبهم للأسف لأنه أمر إلهي إغضبلي ساعدني يحميني بياخد أشكال مختلفة بسبب التعليم اللي بيتعلموه ودعوة هذا الإله للدفاع عنه أو عن الصحابة أو عن محمد وكل المقدسات وثوابة الدين وكل واحد يعمل تشكيل على كيفه لنصرة الدين ومقدساته بأي صورة بقى فالنهار ده هنحارب الكفار اللي في الغرب وبكرة هنحارب المسيحيين اللي في مصر بعد كده هنطلع داعش علشان تجيب لنا الخلافة الإسلامية وهكذا بقى كله هد يعمل تشكيلة لنصرة هذا الدين ومقدساته ولكن في الآخر الناتج شر خلينا نروح لموضوع تاني وهو يعني الموضوع ده متصل بالنوع التاني من نوع آخر من الغضب الإسلامي اللي برضو وضعوا هذا الدين أو هي من آثار هذا الدين في قلوب المؤمنين بي وهي الحوادث ضد المسيحيين المسيحيين واليهود أو ما يسميهم القرآن والمسلمين والشيوخ اليوم أنهم برضو كفار ولكن المرة دي بقى عايزاك تنتبهوا شوية أنه دايما ده بيحصل في رمضان بالذات خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي الصورة اللي جاية دي طبعا هو ده راني رقفة 22 رصاصة اتضربت على الولد ده بيقولوا أنه يمكن 16 رصاصة كانت في منطقة الراس والرقبة يعني دول ناس دخلين علشان يضربوه ضرب موت ببشاعة ليه 22 رصاصة يعني ليه ليه 22 رصاصة إن لم يكن ده غضب وحقد دفين ليه راني عمل ايه أولا فيش حد يقدر يقول راني عمل اي حاجة هنسمع دلوقتي من عمه وهنسمع الناس اللي بتتكلم عنه لكن في حد علق عايزكوا تشوفوا اللي بعد كده الصورة اللي بعد كده في واحد علق على على موضوع رام يقولك ايه حقيقة الحوار بتاع مطروح أولا الشخص اللي تكلم ده يعني بصراحة المفروض إنه هو يكون إنه يدخل السجن هو نفسه يعني ده الراجل ده لازم يتحبس هو نفسه إنه ما فيش حاجة بتدل على إنه الولد ده تكلم على محمد أو في حاجة بتوريك إنه هو قال أي حاجة على محمد ويقولك ايه الواد اللي فطس ده كان بيشتمن رسول وصلى الله عليه وسلم بس يعني منقدرش ما يقولش من غيرها بس العبيد فاكر نفسه في القاهرة واسكندرية مش في مطروح عند القبائل العربية والناس دي في البد وإناك راحوا أتلوه وحرقوا عربيته ده عارف الكلام ده منين يا إما عارف الكلام ده عن يعني عنده دليل عليه أو إنه هو بيقولك إنه كل مسيحي لازم هيكون يعني علشان قرر أتلو ويقولك ده اتكلم ضد الرسول لو كان حتى قال رأيه في دينك أنت أظهرت عمليا نتائج عمل هذا الدين فيك أنت وغيرك الكل ده واعش خلينا نشوف الفيديو اللي جاي الفيديو اللي جاي ده أنا قبل بس ما تحطيلي الفيديو أنا عايز أقول إنه اللي هيتكلم ده هو عم رامي وإنه بيتكلم أعتقد إنها كانت قناة سي تي في مع الأستاذ المزيع إيهاب أعتقد وكان يعني بيعبر عن اللي حصل بس اللي تكلم قبله كان والد رامي وأنا عايز أحكي لكم إيه اللي حصل لرامي قبل ما العمي يتكلم السكين الأمني هكذا هو هو كاتب إيه على راني بيقول إن راني ده من أنجب الصلبة اللي كانوا من عندي ومن أشرف الصلبة وات محترم وولد راجل ومن أوائل الدفعة ومن أوائل الدفعة وتكرم ركبوا عربية جايين بعربية مبارح فيرنا فيها من ثلاثة لأربع أشخاص كل واحد فيهم بيشيل سلاح آلي دربوا الولد دربوا الولد حوالي 12 طلع جات فيه وعشر طلقات في الهواء أستاذي هاب تحت شباك مأمور تحت شباك مأمور اسم الضبع وبعد ما دربوا الولد دربوا حوالي عشر طلقات في الهواء طبعا يعني أنا مش عارفة أقول يعني رمضان والقتل دول بيقولك أنهم ما يمكن كانوا ثلاثة أو أربعة وفيه صورة وفيه فيديو وهم بيدربوا نار ووقفين جنب العربية بتاع ترامي اللي خدوها وحرقوها برا المرسى مطروح ده كل ده في رمضان من كم أسبوع أو من أسبوع أو أكتر كان في أبونا أرسنيوس ومقتله في اسكندرية برضو يعني خلل برضو راجل خلل يعني هو اللي عمل كده مختل أو أو سموه مهتز نفسيا دول برضو اللي جايين بلبس أنا مش عارفة لو حطيت الصورة ولا لا لكن حنشوف دلوقتي لو الصورة موجودة يعني لبسين لبس زي لبس الجيش ومسكتهم للبنادق والرشاشات اللي في إيديهم ناس مدربة مدربة على السلاح يعني ممكن يكون الراجل اللي هو سامحه رامي ده في ديسمبر برضو واحد منهم واحد من القتلة مرة تاني وهو مختل بقى هنعمل نشوف بقى الفيديو اللي جاي أنا ليه حطيت لكم فيديو العام لأن العام قال سبب أتل رامي إيه نسمع معايا المهندس فرنسي أنت تتوقع أن راني مقصود في ذاته ولا أنه الاتراب المقصود بالذات أنا أقدر أقول لحضرتك وعن يقين راني مقصود لدينه مقصود لهويته الدينية طبعا أنا أقول لحضرتك اللبس اللي حضرتك لابسينه اللبس مموة أنا بقت لحضرتك فيديو بتاع حضرتك الولد وهو من نزل من العربية في نص شارع شارع عمومي مدخل مدينة واقف ماسك الآلي كأنه محترف دواعش بالضبط يا أستاذ يهاب شبه الدواعش بالضبط آه طيب يعني اللي أنا عايزة أصدق أن دي عملية يعملها شباب عادي لا دي عملية يعملها ناس منظمة محترف طيب يعني لبس الدواعش و يعني أنت عارفين العامة قال إيه قال يعني بالضبط كأنك جبت مشهد من طلوع بطلوع الروح اللي هما كانوا معطردين عليها أنا لسه برده مشوفتش المسلسل في ناس بعد تالي بتقول اعملي حلقات على المسلسلات الرمضانية دي ليه الناس بتسأل كده لأنهم على فكرة ليه الناس بتطلب مننا نعمل كده لأنهم شافوا أن كل اللي احنا كنا بنقوله في البرامج ده تحقق في هذه الجماعات الإرهابية اللي دلوقتي الناس بتادي تعمل عليها مسلسلات وأفلام علشان يوروا بشاعة ما يحدث على الأرض رامي تقتل بسبب دين ورامي تقتل على هويته الدينية احنا بنحسب أنه رامي عند المسيح من قتل من أجل المسيح هو عند المسيح ربنا عارف قلبه وبيتعامل معاه ويعزي عيلته ويعزي كل المسيحيين اللي أنا عايز أقوله لكل مسيحي دايماً بقول الحكاية دي في كل حلقة بشوف فيها أنه يعني بنقدم فيها مواضيع زي دي بقول أنه إحنا يعني إن عيشنا فبنعيش المسيح وإن موتنا فبنموت للمسيح وإنه من يضطهدكم يضطهد سيدكم فيكم يعني هو بضطهد المسيح نفسه فالهدف مش أنت وربنا يعزيكم ويعطي ثمر سلام حتى من مقتل رامي ويلمس قلوب مسيحيين ومسلمين كثيرين بسبب مقتل رامي خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده الأستاذ ده بقى يعني إيه ده سريعاً كده عايزة أعدي عليه هو بيقولك ده صيدالي في المنوفية راحت واحدة قبطية في نهار رمضان شوفوا يعني شوفوا خيرات رمضان الحقيقة أنا ما كنتش عايزة تكلم على رمضان السنة دي خالص صدقوني ما فيش حلقة ما تكلمتش فيها على مصايب رمضان لأن هذا هو ثمر هذا الإيمان الشرير صادر من الشرير نفسه الراجل ده صيدالي في المنوفية دخلت قبطية بتاخد بتشتري دواء تصرف دواء من الصيدالية فالأستاذ لطاشها بالقلم لأنها سافرة في نهار رمضان طب دي قبطية مال سيادة عظمة يعني والد حضرتك إيه؟ يعني انت مالك واحدة ست قبطية بعد كده خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده لأنه دي بقى الحاجة المزعجة جداً اللي أنا حاب أقرأها لكم دي من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيقولك كده كشفت ملابسات انتبهوا كشفت ملابسات تداول منشور على موقع فيسبوك يتضمن استغالة أحد السيدات لقيام صيدالي بالتعدي عليها بالصفحة على الوجه حال تواجدها بالصيدالية ملك والكائنة بمركز أشمون بالونوفية لصرف بعض الأدوية اللي كونها غير محجبة والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإكبرهم على الصلح مع المشكو في حقه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد وإن حقيقة الواقع تتمثل في أنه بتاريخ 21 جاري تبلغ المركز في شرطة أشمون بمدارية أمن المنوفية إن أحد من إحدى السيدات مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز بتضررها من صيدالي مالك صيدالية كائنة بذات القرية ومقيم بدائرة المركز يعني وبيقولك هي بس قالت إنها تضررت منه اسمها عشان تعرفوا إنه كذب يعني هم كذبوا فوق وحيثبتوا إنه هم كذبين في بقية البيان فبيقولك كده هو قام بالتعليق على قيمها بوعد مساحيق تجميل على وجهها مما يعرضها للحسد أثناء تواجدها بالصيدالية لصرف بعض الأدوية فهو بيقولك إيه ده هي بس لما دخلت عندي فأنا قلت لها أنت حتى مكياج وهيحسدوكي فأنت كذب أولا ولو ما كنتش كذب فأنت بتعكسها ولو ما كنتش بتعكسها فأنت بتدخل في حاجة لا تخصك بالمرة وإنت عايش فين يعني يعني أنت عايش فين دي واحدة حرة ولا تخصك واحدة مسيحية وإنت مالك وغض البصر يا أخي وبعدين باستدعاء المشك في حقه وسؤاله قرر بأنه معتاد المزاح معها وأضاف بأنه صديق العائلة وعلى معرفة تم بالمبلغة وبعدين بسؤال بقى كلا من زوج المبلغة ووالدتها مخيمين بذات الناحية قرر بمضمون ما جاء بأقوال المشك في حقه ونافية وجود تم خلافات سابقة بينهم وبعدين وأضاف بمحاولتهم إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقع إلا أنها رفضت ذلك الست أصرت على كلامها أن الرجل ده ضربها مش قال لها أنت يا تتحسدي تخريف وكلام فادي وتدخل في شؤون الناس وليه بقى؟ أصداد رمضان يعني هنعمل إيه؟ كله لازم يلتزم في رمضان إن لم يجعلك قلبك تلتزم بنفسك بفكرك بإيمانك بتنظيف ذاتك فأنت بتتبع نظام فاشل أصلا عايز أوريكو فيديو سريع قوي للأستاذ مبروك عطية رمضان اتغير يا ولاد خلينا نشوف إزاي رمضان لم يعد له الأثر الكبير في إنه يخلينا نمشي على أخلاقه لإن الأخلاق قلت فيه إذا كان في رمضان كل يوم جريمة أتل كل يوم واحد بيقتل مراته قبل الفطار برونس ساعة بانسويف في رمضان واحد بيشابها الناس في رمضان أسئلتها افتح المجال لو عندك يوتيوب زي حالاتي واسمع الناس وديهم فرصة للكلام يتكلموا بما هو واقع مر فذل بيدي طبعا انت بودك تشوف أمتك خير ربنا قال كنتم خيرة أمة أخرجة للناس تسمح لي أقولها بالإنجليزي يعني I created you for people بس أنا رحطت لكم الحتة الأخيرة دي للتسالي يعني I created you طيب انت كان لازم تكريتهم في قفص يعني تحطهم في كريت يعني تحطهم في قفص لأنه اللي حاصل ده انت يعني انت ضربت الإنجليزي خالص بس رمضان اتغير يا أولاد لا رمضان ما اتغيرش يا دكتور مبروك احنا النهاردة الإعلام والميديا وكشف روح الإسلام وكشف روح هذا الإله بقى معروف للكل والناس بقى عندها أدوات كتيرة تبلغ وتقول وتشتكي وتوري والشر زاد والمتطرفين زادوا والكلام ده كان موجود من زمان لأن رمضان المعطى ليكم يعني الحقيقة لم يغير شيء في الأفكار ولا في القلوب انت راجل عمل تجاهد طول النهار انك ما تشربش سجارة ولا تشرب شوية مية ولا تدوق مش عارف ايه لكن فكرك كله في الجسد فكرك لا يبعد عن الجسد في شيء رمضان لم يأتي بشيء ينسب لروح الله لأن الإسلام كله هو الشيء ينسب لروح الله الله لا يريدك أن تعذب الجسد بل تهذبه بخضوعك وقبولك وقبول قلبك لمحبة الله انك تدرب نفسك على طاعة الله ومعرفته علشان تكون زيه انت ممكن تدرب نفسك على طاعة الله عشان تكون زيه في الإسلام فيزبح الناتج غضب وشر وقتل وكبرياء واعتبار نفسك أفضل من الآخرين واعتبار نفسك أفضل وخير أمة أخرجت للناس وبعدين تطلع في الآخر فاشل النتيجة صفر لأنك ما عندكش حاجة تغير القلب لكن انت ممكن تدرب نفسك على طاعة الله وانك تكون مثله لأنه هو القدوس الإله المحبة القدوس اللي بيقولك خليك قدوس زي اللي عايز يقدسك زيه اللي عايز يغير طبيعتك الشريرة إلى محبة وسلام ورحمة يقول الكتاب كده إن المحبة اللي بتعطلين من الله بتتأنى وترفق وتصبر ولا تحسد ولا تفتخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب من نفسها ولا تحتد ولا تظن السوق ولا تقدم شر لكن المحبة الحقيقية اللي في المسيح تقدم غفران نفسه هو المسيح نفسه أصبح غفران خطيانة شال عنك الحمل وقال لك اللي أنا أدته لك أنت كمان تقدر تديه فتقدر تغفر وتحب قريبك لنفسك وتكون ابني وتكون إنسان جديد روحي عايش فيه ومعاه بصلي لمسة إلهية خاصة لكم اليوم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر